الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تنفيذ توجيهة الرئيس السيسي بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وخلال اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية أشار مدبولي إلى أن اللقاء يأتي في إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأذمات العالمية الحالية ونعكاساتها على النواحي الاقتصادية التي من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية ونوها مدبولي إلى توجيهات الصادرة من الرئيس السيسي بأعداد حزمة اجتماعية جديدة اتثنائية ترعي ظروف الأسر الأكثر احتياجا سعيا لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في هذه الأونة قال مستشار الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش إن كييف قد تهاجم جسر القرم حال توفر أول إمكانية تقنية لذلك وأضاف أريستوفيتش أنه فور ظهور أو الإمكانية تقنية سيصبح الجسر على الفور هدفا يمكن مهاجمته مشيرا إلى أن جسر القرم يمر عبر المياه الإقليمية الأوكرانية أعلنت تهائة المسح الجولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 4.2 من 10 درجة وقع قبالة ساحل السلفادور بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش هذا ولم ترد أي تأنباء بعد عن سقوط قتل أو وقوع أضرار جراء الزلزال أعلنت لجنة الصحة الوطنية في بر الصين الرئيسي تسجيل 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 154 حالة مصحوبة بأعراض وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 227.426 إصابة حتى الآن هذا ولم تسجل الصين أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليظل إجمالي الوفيات ثابتا عند 5.226 حالة ورياضيا تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد للنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على منتخب تونس بنتيجة 29.27 ونجح منتخب مصر في التفاوق على تونس في الشوط الأول بنتيجة 17.16 ليواصل تفاوقه على نظيره التونسي في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 29.27 وسيواجه المنتخب الوطني منتخب كاب فردي في المباراة النهائية للبطولة ختام مجزء الثامنة فاصل ونحض لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة